رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من حلقاتنا النهاردة بس اعز اقول لكم الجزء الداني ده الحلقة دي او الفقرة دي تعملت ازاي بالضبط من ثلاث ايام كنت اقول مرة اشوف الدكتور عادل فكان بيحضرني عن الجو ده وانا قاعد وصرحت نتكلم كلام انا مقتنع بالكواس جدا وبعدين لمس معي بحاجة لو تفتكر احنا من اسمعين ثلاثة وكننا نتكلم عن قطاع الاعمال الدوائي وعن مشاهل قطاع الاعمال الدوائي والكارثة اللي فتفعل اعمال الدوائي اللي الى الان الناس لسا محسيتش بيحهم فقالت اما انعايز اربط بين الجو ده وقطاع العمل الدوائي تمام طب ما تيجوا الاول ان نشوف ضفنا ونتكلم معه في الجو ده على طول الان الوقت مش في صلاحنا يا ساعدني وساعدكم ان يكون ضفنا وضفكم في الفقرة التاني مرنومجي النهاردة دكتور عادل يونس الشاري نظم الجو ده دكتور عادل سباح اللي عليك اهلا سباح الخير والحمد الله على السلام الله يسلم حضرتك اهلا بي بس دكتور عادل الموضوع صعب بس احنا عايزين يبسطه للمشاهدين ان شاء الله ولو تسمح لي انا متفع حولكم صرخاتنا في الفقرة دي انا دكتور عادل متفع معها على السئلة ولكن انا مش هلتزم بالأسئلة دكتور عادل يلا بنتد حاليتنا بقى مستعد على طول دكتور عادل اولا يعني ايه كلمة جودة طيب بما ان انا مش هلتزم بالأسئلة خليني اربط بال بنهاء فقرات حضرتك مع الأستاذ الدكتور هاني فرج حضرتك بتقول في الاخر اولا تسمح لك من وراك ارجوك بعد ايه زحايا ارجوك اتمنى وهختلف معاك وعطفك ياريت ياريت انت حرك في نهاية الفقرة كنت بتقول احنا عايزين نشوف الفقرة الجاية الجودة وهل هي لها دور في المجتمع ولا لا احنا بنتصرف هنعمل ايه في الجودة ايه معنى الجودة او تعرفها خلينا اقول حضرتك ان الفقرة بالكامل اللي فاتت اسم البرنامج بتاع حضرتك هو عبارة عن الجودة ببساطة يعني ازاي ان الجودة دي تبقى عبارة عن نمط حياة لايف ستايل في الحياة ان انت تبدأ تدرس الحالات اللي ممكن تسبب مرض ده بيقرق الجودة بتاعت الحياة لأي انسان عادي ان انت ازاي تعمل فيها نوع من انواع الاجراءات الوقائية يمكن حتى حاجة من الحاجات اللي احنا نتناقش فيها النهاردة واحدة من البرامترز المهمة جدا المقيس المهمة في الجودة ان انت حضرتك ازاي بقى فيها عندك اجراءات وقائية فخليني نرجع تاني لسؤال حضرتك هي ايه الجودة الجودة ببساطة جدا ابسط تعريف علمي لها هي عبارة عن نمط لقياس مدى التميز والخلوة من النواقص ازاي ان انا اتأكد انه المؤسسة ايا كانت المؤسسة دي هي بتدي منتج في النهاية او بتدي خدمة للمستخدم النهائي الكسمر العميل بتاعها ازاي هي بتدي له المنتج ده او الخدمة دي بلا نواقص بدرجة من درجات التميز ده التعريف البسيط للجودة لو حارتك نحب نبسط الموضوعية الجودة ممكن تطبق في البيت كمان صح في اللايف ستايل بقول الله حضرتك نمط حياة خلينا هناخد بالنسبة للجودة بعد كده في اللايف ستايل بتاعنا في حياتنا ارجوك بس خلينا نتكلم نارضع الجودة في المؤسسات الكبيرة تمام طب خلينا اول نعرف يعني ايه كلمة مؤسسة يعني امتى اطلق على المكان لانه هو مؤسسة هو في تعريف الجودة هو بيكلم الترانسليشن الانجليش بتاعها وبتكلم على الورجنيزيشن ايا كانت المؤسسة دي بتتكون من اي عدد من الافراد سواء كانت مؤسسة صغيرة متوسطة كبيرة المؤسسة دي بتديني منتج شركة بتديني منتج في النهاية بتطلع بقى شركات ادوية تطلع شركات اغزية ايا كانت الشركات اللي بتديني منتجات أو لو مؤسسة بتديني في النهاية خدمة يعني حضرتك المؤسسات اللي زي مثلا مؤسسات التعليمية الجامعة أو مدرسة مش بتديني منتج يا بتديني خدمة الفنادق المستشفيات كل دي مؤسسات هي في النهاية مؤسسات خدمية المنتج النهائي بتاعها في شكل خدمة بيقدم فسواء كانت المؤسسات دي بتديني منتج أو المؤسسات دي بتديني خدمة على نطاق الجودة وعلم الجودة هو بيتعامل مع دول على تعريف المؤسسة دي في النهاية بالنسبة للمؤسسة تمام طب إمتى المؤسسة بتلجع لحضررك يعني بتقول لك دكتور عاديل تعالى إحنا محتاجين حريك نطبق نظام الجودة عندنا في المؤسسة فاعتنا هو أولاً هو نظام الجودة بتطبق في المؤسسة النجحة أو الفشلة اللي اتنين طبعاً اللي اتنين طبعاً طب خلينا نضرب مثال على مؤسسة فشلة صوري في اللبس ومؤسسة نجحة تمام إمتى حريك ألجاء لك علشان تيجي وإيه الخطوات الحاجة بتعملها في المؤسسة خلينا نقول طب في الأول تعريف إن المؤسسة هي بتهدف لإيه في الآخر يعني أي مؤسسة أياً كانت زي ما اتفقنا بنوعينها سواء كانت اللي بتدي منتج أو بتدي خدمة هي بتهدف في النهاية لرضاء العميل الاستمرارية بتاعتها مبنية على رضاء العميل يعني خلينا ناخد مثال كده برنامج حضرتك هو لازم عشان يستمر لازم يبقى في نسبة مشاهدة ولازم الناس تبقى مقتنع بالمنتج الإعلامي اللي حالتك بتأدي وهكذا تمام فأي مؤسسة عشان تستمر هي في الحقيقة لازم تضمن إنه المنتج بتاعها ده بيانال رضاء عملاءها المطلق النهائي بتاعها تمام كده طيب أنا لازم في الأساس أعرف هو أنا رضاء عملاءها في الوقت الحالي في وقت تقديم المنتج أو الخدمة تمام كده طيب أنا أعرف أعمل ده إزاي فكحاكة إحنا قلنا تعريف الجودة إيه هو مقياس للتميز طبعا يبقى أنا بحط خطة وبحط آلية بصممها أن أنا أقدر أتأكد أن منتجات اللي أنا قدمتها خدمات اللي أنا قدمتها للعميل هي خدمات متميزة لا تشبه عيوب عارف حدرتك المؤسسات الكبيرة دلوقتي عندها قطاع كبير جدا اسمه الكاسمر سيرفز تمام أو خدمة العملاء هو ده الأساس بتاعه أنه يدي منتج يدي إمبوت مدخلات لقطاع الجودة أنا عايز أتأكد ببساطة هو العميل بتاعي راضي عن خدمتي راضي عن منتجي تمام كده فالمؤسسات عمتا بقى سواء كانت مؤسسة هي بتفتكر أنها نكحة ما احنا ما نعرفش لسه أو لقدر الله هم متخيلين أن هم فشلين في الحالتين هو عايز يطبق نظام جودة عشان يضمن منتجها البساطة أنه أنا عايز أعرف أنا فين أنا قربي بوعدي عن العميل ورضاء قد إيه ده ببساطة ففي الحالتين دول أنت لازم تلجأ لاستشاري جودة يصمم لك منظومة جودة بالكامل يقول لك والله أنت هنا والمفروض تصل لدرجة رضاء العميل هنا ولازم نعمل خطوات عشان توصل من هنا لهنا فراك دخلت خلينا النهاردة معلش هنقسم الحلقة بتاعتنا وإن كان لوقتي مش هسعيف خلينا أخذ بس المؤسسات اللي مش ناجحة تمام وخلينا مورس بصفق أكتر بنتكلم في شركات الدواء ومورس بصفق أكتر يعني بنتكلم بتركيز أكتر وتوضيح أكتر شركات قطاع الأعمال تمام حراك؟ حاج دخلت المؤسسة إيه الخطوات حك اللي بتعملها؟ بمنطقة البساطة هم خمس مراحل واضحين المرحلة الأولانية إحنا لازم نحدد هي المؤسسة فين؟ المرحلة الأولانية جاب أو تقرير أنا في الحالة بتاعتي دلوقتي حاليا شكرا بالمقارنة بالشبيه إيه؟ بالمقارنة بالستاندر بيقول إيه؟ تمام لأنه أنا معرفش الشبيه بيها أو المثيل بيها ده درجة نجاحه إيه؟ طب ومين يحط الستاندر؟ دي ستاندر معايير دولية متفق عليها حلو يعني بالذات بما حضرتك دخلت سبيسيفك لقطاع الدواء وشركات قطاع العمال العام اللي في الدواء ففيه ستاندر متفق عليه دولي وبتاخدوا كل دولة بتطبقوا عندها فالستاندر دوت هو ستاندر واضح ده معيار يمشي علي أو عليك وعلى أي شركة تانية تمام كده؟ تمام طيب بطبيعة الحال الكمال لله هو واحده أنا عمري ما أبقى بميت الريكوارمنت أو بقى ألاقي كل متطلبات الستاندر ده من دي ون لازم بيبقى في عندي مجموعة نواقص ده دور الجودة بقى أن أنت بتعمل تحليل واقعي على أرض الواقع هو أنا فين من الستاندر؟ فين من المعيار؟ تمام كده؟ طيب خلاص وليكن فرضا جدلا كده المعيار ده بيتكون من 7-8 معايير داخلية تحت منه أنا محقق أربعة عايزة حقق الأربعة البقين أعمل إيه؟ الخطوات المفروض مني أن أنا أعملها ببدأ بقى أحط خطة دي مرحلة اللي بعدها أحط خطة للتنفيذ تمام بطبيعة الحال لأليات والأدوات إحنا بنختصر طبعا عشان وقت الحال الأليات والأدوات كتيرة جدا بتختلف من مكان لمكان على حسب بقى درجة تعقد العمليات اللي في المؤسسة المنتجات اللي بتنتجها عدد الأفراد اللي موجودين فيها فبيختلف طبعا من مكان لمكان الخطة بقى مدتها الزمنية برضو بتختلف في التنفيذ خليني خلاص إحنا عشان من توشي الهدف الأساسي بتاعي وليكن عندي تمن معيير أنا كمؤسسة بحقق منها أربعة أو تلاتة أعايز أغطي الجاب ده تمام طيب دي المرحلة التالتة ببدأ أشتغل مع الناس اللي موجودين ببدأ بطبيعة الحال بالجاب الخفيف اللي أنا أقدر أطلع فيه بنتيجة كويسة تمام اللي ما أخدش مني وقت كتير وببدأ أتدرج لغاية لما أوصل للمعايير اللي أنا بعيد عنها كتير لسه قدامي مسافة طويلة عشان أحققها وأبدأ أكسرها أجزقها لأنه بطبيعة الحال مش هقدر أخش في معيار أنا مش بميت الركوامن بتاعته كلها مرة واحدة لازم أجزقه تمام طيب خلاص طبقت أنا بفترض في نفسي كمؤسسة بعد ما طبقت منظومة الجودة أنه أنا حققت تمانية من تمانية مين اللي هيأكد لده فبمنتهى البساطة لازم برضو قطاع الجودة هو اللي بيتدخل في الجزئية دي وبيعمل لي آلية جديدة في العلم حديثا موجودة اسمها آلية المتابعة والتقييم إنه يتابع هو خريك المتابعة في أي حاجة أهم حاجة ده ضروري حضرتك اللي هو بيسموه المتابعة الشديدة إنك لما تيجي تعمل حاجة لازم تتابعها ده صحيح المونيترينج أن إفالويشن أعتقد ليه عندنا مشكلة في نصف حاجة المتابعة دي هو ده في الحقيقة في بعض قطاعات ما معينة بتلاقي فيه فعلاً مشكلة إنه ما بيتمش بصورة دورية إنه القائم عليه ما هواش محترف قوي أو إنه بيتابع حاجاته بيتابع حاجات تانية لا أما بيتابعها طبعاً ليه عصدك المدير صح؟ المانجر اللي بيقيد ما أخذ بالحضرتك مبادئ الجودة بتبتدي بالليدرشيب أو بالقيادة يعني هي أول حاجة فيها إنه يبقى فيها عندك قيادة هي اللي بتوجه إن أنا محتاجة تابع لأنني مش لا أرجوك تفضل ليه بقى هتذلك لأن أنا تخيلت إنه إحنا عندنا مؤسسة مش ناجحة والمؤسسة طلبت حضرتك علشان نبتدي نشوف إيه المتجاب اللي عندنا من إياس الجودة هو أولاً هو الإدارة مقتنعة بالجودة ولا لا هي الإدارة عارفة عندها مشكلة ولا لا بالظبط كده ولكن خلينا أقول إنه هم شارين الكونسيب بتاع الجودة وهم عارفين إنه عندهم مشكلة خلينا نقول كده إحنا بقى عايزين نعدل الفكر ده في الفترة اللي جاية إن شاء الله بمجودات حضرتك والإعلام عمتاً لأنه ده له دور مهم جداً إن إحنا نفهم الناس إنه هو مش مجرد وجاهة اجتماعية إنه أنت تقول إن أنا عندي قطاع الجودة والإعلام يطبق الجودة أصلاً؟ أكيد هو ينفع نهاردة معلش والله بص استخدمت لك إحنا أتفضل حلقة دي وارد ممكن أتفضل والنهاردة الإعلام ينفع يكون مثلاً برنامج طبي بيقدمه حد مش متخصص لا أنا بيشوف حاجات غريبة والله عادي تلاقي كل التغزيل العلاجية وتلاقي اللي بيقدم برنامج معلية محترام لكل الناس والله مش قصد حاجة إنما مش قصته بتحصل في الحقيقة فهل دي مبادئ الجودة؟ لو إحنا بقى عندنا المعيير اللي هنالتزم بها التزام صارم عمرنا ما كنا هنوصل للمرحلة دي وفيه برامج دلوقتي بقى دي كتيرة جداً تلتزم بالمعيير دي بيحط المعيير وبيلتزم به سينفل برنامج الطبائية بالنحة من الجامعة كي طبي اللي بيقدمها أصلاً مش تخصصه فقالك هي الحلقة دي أصلاً معركة الكلب اللي رجعتها دي الجامعة تفضل طيب خلاص أنا عملت متابعة وتقييم فتأكدت بي هو أنا فعلاً أنا مصدق صحيح إن أنا طبقت الأربع معايير لنقصاني ولا لأ لسه في عندي خطوات تانية محتاجة عملها دي تعتبر المرحلة الأخيرة إنه أنا أتأكد إن أنا أتبقى منهك حياة لجميع الموجودين تبقى ثقافة عمل إنه في نوع من أنواع ال-continuous improvement التحسين المستمر ده سلوجين كبير جداً ده مبدأ من مبادئ الجودة إنه إحنا مهما نروحنا مهما نجينا لازم يبقى في نوع من أنواع التحسين إنه إنت ما تقدرش وصلت أنا الأفضل نتيجة عندي وبالتالي خلاص أنا كده كويس لأ لسه في أحسن لسه في أفضل لازم حضرتك تفضل تحسن وتنمي من أدائك تمام طب والنهارده حقيقي حقيقي علمتيني أول مبارح إنه النهارده كلمة النجاح لازم يبقى لي objective لازم يبقى لي هدف واضح وحطه لهم حطه له خطة صحيح المؤسسة حقيقي اللي بتحط له الخطة والإدارة اللي بتحط له الخطة انت دخلت المؤسسة وليتني فيها جاب تمام هل حقيقي بتحط له مثلهم والله يا جماعة نحن عايزين نوصلوا 3-4-3-3 شهور ولا الإدارة اللي بتحط هو عمل مشترك في الحقيقة ما بين الطرفين ما بين إدارة الشركة نفسها والرؤساء الأقسام والإدارات الجيب أونر زي ما بنسميه في الجودة وما بين استشاري الجودة لأنه في الحقيقة أنا مش هقدر أحط له مستهدفات هو مش هعرفي حقها لأنه الهدف عمتا بتاعنا نحن بنسميه بونطها البساطة لازم يبقى هدف سمارت الأولان أنه هو لازم يبقى محدد لازم يبقى مجربل يعني مقيس أقدر رئيسه لازم يبقى أتشيفبل أنا أقدر أن أحققه لازم يبقى تايم مانج يعني لازم محدد المدة أنا مش هديك هدف تحققه مفتوح وفي الآخر خالص لازم يبقى رياليستيك أنا عايز أتأكد أنه الهدف ده وقعي في الحقيقة طيب الأهداف دي ممكن الجوب أونر أو صاحب العمل أو رئيس القسم أو القطاع أو الإدارة يحط مستهدف ولكن هو شايف المستهدف كويس جدا لكن مش هيقدر يحققه خلينا دي لحضرتك مثال فرضا أنا جيت وقلت لحضرتك أنا ابني السنة دي جاب 90% ده دلالة إيه فيه ناس ممكن تقول والله لا ده ابنك متفوق وشاطر جدا وفيه ناس تانية ممكن تقول لك والله لا ده ابنك كده النتيجة خد بالك في الجودة في الحقيقة الكلام ده بالنسبة نحنا كلام مطاط ومحتاج نوع من أنواع التحليل ليه لأنه لو أنا جيب ابني جاب 90% وبقيت زملاءه بالكامل جابين 75-80 فأنا ابني كويس تمام وله هو جاب 90% وبقيت زملاءه جابين 98-99 فأنا ابني محتاج مراجعة للأداء تمام كده فإحنا دورنا كاستشارين جاو ده إن إحنا نعمل نوع من أنواع المستهدف ده فرضا ابني اللي جاب 90 وزملاءه جابين 98-99 قلت له بكرة أنا عايزك تجيب 99 بس حاجة أصارت موضع مهمة جدا بقى اتفضل ارجع تاني اتفضل هو حاجة قبل ما تخش المؤسسة حاجة تبقى واخد فيدباك أو معلومات عن المؤسسة طبعا صح كده ولا طبعا ما هذه المرحلة الأولانية لو تفتكر حاجة تكيب هي المرحلة الـ تبقى طبعا يعني حاجة النهاردة أنا بقول لحاجة أنا عندي في المؤسسة بتاعتي في مشكلة تمام حاجة بتاخد فيدباك عن المؤسسة بتشتغل في إيه طبعا وهل المؤسسة دي وضعها إيه ده أكيد فإنت من أساسة بتاخد أنا متهالي كانت معلاش حاجة أسمحني أضيف حاجة كمان أرجوك حاجة تلوقتي تتكلم في كل قطاعات المؤسسة دي صح؟ تمام قطاع مالك قطاع تنموي قطاع اقتصادي قطاع مش عارف الإنتاج قطاع الكواليتي كنترول الكلام ده كله حاجة قبل ما بتخش القطاع حاجة بتاخد فيدباك؟ لازم لازم تاخد فيدباك وصحارتك ما هدي مبادئ الجودة الشاملة يعني إيه الفرق ما بين الجودة والجودة الشاملة؟ إن أنا مش عايز أخش على قطاع الجودة اللي موجود في المؤسسة ما في مؤسسات كتيرة جداً بتلاقي عندها قطاع اسمه قطاع الجودة وبيعمل نوع من أنواع الكواليتي كنترول تمام الجودة الشاملة بقى حضرتك بتشمل جميع قطاعات المؤسسة سواء كانت الفنية أو الإدارية تمام لأنه في الحقيقة المبدأ العلامي الحديث إنه أنا ما أقدرش أفرق بين الاتنين يعني فرضاً شركة أدوية القطاع الفني بتاعها هو القطاع الأساس ده الكور بيزنس ده المنتج لكن لو ما كانش القطاع الخدمي اللي بيعمل الدعم الكافي للقطاع الفني ده على نفس درجة الكفاءة والجودة فالمؤسسة هتقع برضه وما كلهم بيكملوا بعض مصبوط كل القطاعات بيكمل مش كل القطاع بيبقى في حتة بالزبط كتا تمام بس حقيقة إحنا في الفقرة عقاكم نتكلم عن أدوار النزلات البد ونتكلم عن وقايا والعلاق تمام لما تيجي نطبع ده على الجودة تمام يعني إيه الوقاية في مؤسسة عشان ما تفشلش وإيه عليك لو هي لقدر الله تعصرت تمام حلنا نتكلم في الوقاية خليني أمسك لحضرتك بقى الترمينولوجي أو الألفاظ العلمية بتاعتنا احنا في الجودة بنسميها إيه إحنا لو عملنا نوع من أنواع الجودة بالمراحل بتاعته زي ما أنا قلت لحضرتك كده فأنا في النهاية بيصب عندي مجموعتين من الإجراءات لازم يبقوا موجودين والناس كلها تبقى مندرب عليها مجموعة إجراءات تصحيحية ومجموعة إجراءات وقائية طب الإجراءات التصحيحي ده أنا وانا شغال بعمل الشغل بتاعي في المؤسسة أي أن كان بقى فني إداري في أخطاء ما معانا حصلت يبقى لازم أخذ إجراءات تصحح الخطأ اللي حصل ده ضروري جدا طب وإيه الإجراء الوقائي الإجراء الوقائي هو حاجة كجودة حضرتك أنت بتاخذ الإجراءة ولا بتدين الجوب أونر برضو إحنا لازم بنوافق عليه لازم نقوله الإجراء التصحيح اللي حارتك يا تقبل دوت هو صحيح بالطريقة دي طبعا بندرسه معه طبعا الإجراء الوقائي بقى أنه يبقى فيه عندي نوع من أنواع الإجراءات التنبؤية والله الخطأ اللي حصل ده قد يتكرر تاني طب وهي تبقى لازمة الجودة إيه لو الخطأ ده تكرر تاني إحنا لازم ناخد مجموعة من الخطوات الوقائية اللي تمنع تكراره تاني طبعا يطلع بقى أني أنا أدرب الناس اللي بتشغل أكتر يطلع أني أنا أعمل نوع من أنواع البركوشنز أو التحذيرات أكتر أني خد بالك لما بتوصل للخطوة دي بتخطأ فركز فيها أكتر وهكذا فالإجراء الوقائي ده هو في الحقيقة الشرط لضمان الجودة يعني إحنا بنحلم في النهاية في القطاع بتاع الجودة مطبق جودة شاملة فأي مؤسسة أن أنا اسمها كده ضمان الجودة أضمن إزاي أنه فيه جودة أنه يبقى فيه عندي إجراء تنبؤي للجودة هتبقى شكلها إيه بعد كده أخطأك إيه فما تعملهاش ببساطة فكده بتمنع المشكلة بمنع المشكلة من بدايتها ولازم ده بيبقى فيه نوع من أنواع المراجعة الدورية احنا بنقول أنها التزام من الإدارة العليا بمعنى أنه القائمين على العمل الهيدرز في كل قطاع في كل قسم في كل إدارة لازم دوريا بيراجع الإجراءات بتاعته بيشوف النتائج بتاعته فاكر حكا ما قلنا متابعة وتقييم أنا بتابع إيه بتابع نتائج العمل وعايز أقيم في النهاية الأداء عايز أقيم ده طيب أنا خلاص وأنا بقيم عرفت أنه الخطوة دي كل مرة بمشي واحد اتنين تلاتة أربعة فيها خطأ فخلاص وقائي أنه أنا خد بالك أربعة ركز فيها ممكن ببساطة ما توقفش على أربعة تخطأ فيها تاني حاجة بتتعامل معهم مشارة يعني حاجة دخلت القطاع المال تمام وليت عندهم جاب حاجة بتقول لهم أنت عندهم جاب واحد اتنين تلاتة ومشارطا ولا بترجع للأونر والأونر هو اللي بيقولهم بتبقى لحسب حالة المؤسسة طبعا ودرجة زي ما قلت لحضرتك عدد الموظفين فيها وتعقد أعمالها لو هي مؤسسة صغيرة أو متوسطة بيبقى الكلام مباشر مع القطاع لو مؤسساتك كبيرة أو الشركات المالتيناشنال بيبقى فيه هيراركي في نقل المعلومة فبتختلف من مكان للتاني مش ملهاش نمط محدد ثابت يعني حقيقة الجودة معلش خليني هرق حلقة دي مشكلة قطاع الأعمال الدوائي هل عندهم قطاع الجودة؟ ومش عايز يعني إيه يعني آه عندهم قطاع الجودة هل بيطبقوه لو عندهم؟ فيه قطاع طبع للجودة لكن مدى تطبيقه من عدمه دي فيها اسئلة كتير بتختلف زي ما قلت لحضرتك من مكان للتاني بس تعرف حقيقة ليه أنا بتكلم عن قطاع الأعمال الدوائي وأنا قلتها في الحالة اللي فاتت قلتها في الحالة اللي قبل الفاتت هو فيه عندنا مشكلة الموظفين اللي في قطاع العاملين بيتخللوا من الشركات بتاعتهم همه شركات بتاعتنا احنا ليه بتاعتنا احنا الحالة الاقتصادية كلنا بنعاني منها تاني واضرب مثال بسيط جدا لما يكتبك رشيتة بربع مية جنيه للدكتور اللي بيكتبها الشركات التانية المساطعة تكتير وفتك ولما يجيب نفس رشيتة دي بمية جنيه بنفس الأدوية من قطاع الأعمال يبقى هي تخص المواطن العادي ولا تخص الموظفين في الشركة المواطن طبعا هل حريك النهاردة هنفضل ساكتين واحنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة في قطاع العمال الدوائي وحاك استشاري نظم الجودة وحاك استاذنا في الحيطات يعني ممكن الشركات تستفيد منك الخطوات اللي احنا ممكن نعملها وأنا معاك بالنسبة تقولي نعمل حال ملدائية نوصل لوزير نوصل مش عارف ايه شركتي يا ماشا مش شركتك والله العظيم شركتك انا بص حارتك هو في الاول لازم زي ما حضرتك قلت في الفقرة اللي فاتت كده انه لازم المريض نفسه يبقى عارف انه عنده مشكلة ما هي دي اول خطوات الحل اول خطوات العلاج ونجاح العلاج انه يبقى عارف انه في عنده مشكلة في الاساس فطبعا القطاع ده لازم يتمنه نوع من انواع تحليل الاداء جيد جدا ما يبقاش فيه نوع من انواع الموراة لازم نبقى صرحة مع بعضنا ومع نفسنا لازم حارتك قلت دي شركات مملوكة للمواطن مملوكة للدولة احنا في النهاية خالص عايزين نوصل لمرحلة انا في عندي مشكلة ونحلها نحاول نحددها ونحلها فده الخطوة الاولانية طبعا بطبيعة الحال لازم يبقى فيه نوع من انواع تكاتف المجهودات انت مش هتعرف تعمل ده حضرتك لوحدك يعني مش حملة دعائية فقط لغيرها اللي هتعمل ده اوجود استشاري ناجح فقط لغيره يعمل ده اوجود قيادة فاهمة يعمل ده لازم تكاتف جميع العناصر عشان تقدر توصل لحلول طبعا دي نحط بلان مع بعض نحط خطة مع بعض نظام حاجة بتكلم على الجودة وده طبعا انا ممكن اعماله مع حاجة مشكلة خالصة اول خطوة ان احنا نبتدي نجمع معلومات عن هذه الشركات بالمعرفة بالمجهودات الشخصية كله تمام ولما ولما نبتدي نجمع معلومات عن هذه الشركات نبتدي نحط بلان نيها ونتواصل معهم احنا نروح لهم شركتي ليس شركتهم صح ما فيش مشكلة خالص يعني احنا ما نستمعش ان هم يجونا احنا محتاجين حد حضرتك حد زي حراك كده ومتمكن واعتقد بالتكيه حاجة تباط الحاجات دي في شركات نجحة هنسيب القطع ده كده يبقى اول خطوة زي ما قلت لك نبتدي نجمع معدات عنهم نبتدي نحط لهم بلان نبتدي نتواصل معهم والله احنا عايزين نعمل 1 2 3 4 انا ما حضرتك ايه دي في ايدك طبعا تطبيق الجودة في قطاع الأعمال الدوائي بس خلينا الموضوع انا باعتبر ان احنا نبتدي طبعا ممكن بعد كده نعمل سلسالة حلقاته نتكلم على الجودة بقى داخل البيت خارج البيت الجودة في الشارع في كل حاجة لان احنا طلالنا من الحلقة دي ان الجودة ممكن تطبق في كل حاجة في كل حاجة حاجة عايزة تقول حاجة اخيرة قبل ما نقفل انا يعني خليني اشكر حضرتك على الفرصة ديت وخليني اثني على انه دي بداية خطوات ان انت تطبق جودة صح ان انت حضرتك تبقى مهتم كاعلام ان انت تناقش موضوع زي كده حاوي وللانه الحقيقة دولة المتقدمة برا ده زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة انه هو بقى لايفستيل بقى نموذك حياة احنا عايزين نتطبقه عندنا هنا ان شاء الله دكتور عادل يونس الشاري تنظيم النظم الجودة انا بشكرك على المنمات الحاجة تتاني وشكرك ان احنا اتفادع على قطة التعامل هنعملها بفترة الجاية ان شاء الله او لو تسمح لتابع مع حضرتك المتابعة مهمة جدا بالضبط متابعة وطرقيم شكرا دكتور عادل اهلا بديك اعزائي المشاهدين الحلقة خلصت بسرعة اتمنى النهاردة نكون اضطنا لكم معلومة جديدة سواء كان في الفقرة الاولانية او الفقرة التانية وده من معفل معاكم على عامل اللقاء في الاسبوع القادم ولكن بعد ساعة من دلوقتي ببرنامج ساحتك صلوتك اشوفكم على خيار اشتركوا في القناة دا 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر